اشتركوا في القناة رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالراشدية واعتبر النادي اثر اجتماعي مكتب تنفيذي ان هذا القاضي مشهود له بالنزاهة والاستقامة والكفاءة والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وهو ما اكدته مختلف التقارير المنجزة على دمة قضيته من طرف جهات رسمية عديدة تعمل منه لممارسة القضاة لحقهم الدستوري في التعبير وقرر نادي القضاة احالة ملف الامن المهني للقضاة ومعه قضية القاضي عفيف البقالي على انظار المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب الذي سينعقد بتاريخ السالس عشر دجمبر الفين وتلات وعشرين باعتباره اعلى هيئة تقريرية بعد الجمع العام وذلك من اجل تدارس سبل وآليات معالجته واصدار توصياته بخصوصه وجدد النادي تشبته بمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة الى المجلس الاعلى للقضاء في فاتح مارس الفين واثنين ولا سيما ما تعلق منها بتعزيز الضمانات التي يكفلها الدستور للقضاة والتجرد في تدبير وضعيتهم المهنية والحرص على مكافأة خصال النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة كما عبر نادي قضاة المغرب عن تضامنه اللامشروط مع القاضي عفيف البقالي الذي قرر المجلس الاعلى للسلطة للقضاء ايا عزله وعبر النادي عن مخاوفه من خفاض منسوب الشعور بالامن المهني الذي قد لا يرتد الى السبب السالف حسب وانما الى عدم قدرة القضاة على توقع نتائج تدبير وضعيتهم المهنية بما فيها مصطلة التأديب ومدى احترام المعايير القانونية المتعلقة بها واعتبر ان كل زعزعة لطيقة القضاة في تدبير وضعيتهم المهنية من شأن تأثير على اطمئنانهم وهو ما قد يمس بشكل غير مباشر باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها